على خير سيسليم مرحبا بك ما نفقه الجورنال صباح خير بلال وصباح خير كل طاق النهار وكل مشاهدين سيسليم نبدأ بما قرارته وزارة الصحة أمس مساء فيما يخص الأطباء المقيمين يعني وشن هو الجديد اللي جات به وزارة الصحة فيما يخص هذه الفئة شكرا هو ماشي قرار لوزارة الصحة الوزارة أعلنت عن القرار هو قرار اتخذ على مستوى الحكومة بإنشاء لجنة مختلطة بين وزارة الصحة وزارة تعليم العالي باش تدرس كل النقاط اللي عندها بعد بيداغوجي او مرتبط بظروف اقامة هذه الأطباء اللي هم في الحقيقة طلبة في تخصص طبي باش يسيبون لهم حلول على مستوى دائرتين وزاريتين اي الصحة والتعليم العالي علما أن طلبة المقيمين هما في الأصل طلبة في الطب تابعين لكلية العلوم الطبية لقطع التعليم العالي ولكن يزاولون التكوين التطبيقي على مستوى مستشفيات تابعة اليوزارة الصحة نعم هي أبرز النقاط اللي راح تجي في فائد تهدل فيه او شنو هي السيطرة فيما يخص هذا الجانب البيداغوجي وظروف الإقامة أبرز النقاط تتعلق بالمتابعة بتحسين التقطير الطبي الجامعي لهؤلاء الطلبة تحسين ظروف التكوين من حيث الوسائل إلى الموارد كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى التكوين هم رأيهم يطالبوا بشي يتحسن المستوى التكوين التحام بصفاء اللي تخليهم غدوة يكونوا في مستوى طموحات ولا تطلعات ولا في الموعد مع تطلعات المواطن وحنا ما يمكن إلا نرافقوهم في هذا المطلب احنا ووزارة التعليم العالي باش نشوفوا ما هي الإجراءات الحقيقية الفعالة اللي تخلي الشروط التكوين تحام تتحسن نعم ما كاش نقطة بالك ربما هما طالبوها وأكيد هي في ستدخل للنقاش في هذه اللجنة تتعلق بربما تحويلهم إلى الولايات الأخرى من أجل الخدمة المدنية طالبين بهذا النقطة فيما يخص الخدمة المدنية الظن ما تتعالج في هذه اللجنة هذه اللجنة تكون تهتم أكثر بالجوانب الفيداغوجية هما طالبين بهذا النقطة وسبق لي معلي وزير الصحاسي السيد حزب اللوي صرح وقال باللي الشروط تاع إجراء هذه الخدمة المدنية راح تتغير راح تكون إن شاء الله مرافقة بإجراءات تحفيزية ما زال ما تبينتش بالضبط لا تطعنا إشارات تسيب قد يكون لها قد يكون لها طابع مالي من جهة إجراء التحفيزية من حيث يعني زيادة في الأجر قد كل الاحتمالات واردة سنسحب القدور أترك الزيادة كل الاحتمالات واردة وفق إمكانية البلد وما يسمح به القانون كذلك تحسين الإقامة اليوم حقيقة طبيب الأخصائي كيتخرج وعنده الخدمة المدنية في بعض الأحيان يتوجه الولاية كيل حكس ما ما يلقاش وينيبات احنا نقوله يلزم يلقى وينيبات ويلزم الإقامة تكون في مستوى هو طبيب هو طبيب باك بلوس كطورس بلوس كينز يلزم المجتمع يتعود ويعطي القيمة للإنسان اللي يقرأ نعم وتحية لكل الأطباء وكل طلبة الطب لأنهم ربما في بعض الأحيان يتهمون الصحافة أنهم مرأي ضدهم ولكن الصحافة فقط تنقل انشغالاتكم وانشغالات كذلك المرضى فتحية لكل الأطباء سيب القسام هل ستكون هناك تقليص لمدة الخدمة المدنية ما زال السؤال سابق الأوانو لأن مشروع قانون الصحة راه موجود على مسؤول البرلمان وللبرلمان كل الصلاحية لتعديل القانون أو اعطاء اقتراحات للحكومة بعد أن قام بالتشور مع مختلف الأطراف على بلك لجنة الصحة تستقبل حاليا مختلف النقابات الناشطة في القطاع والعدد تحكبير لا يقل عن 19 النقابة زائد الجمعيات زائد الأطراف والمؤسسات الأخرى كل هذا في آخر المطاف راح يقوموا باقتراح تعديلات هل في قانون الصحة الجديد هناك اقتراح ولو كما يقولوا ريحت تقليص مدة الخدمة المدنية لا القانون بصفة عامة يتكلم على المبادئ العامة القانون سيقول هل يبقى أو يزول هل تبقى أو تزول الخدمة المدنية في مجال الصحة يبقى على النصوص التطبيقية اللي يأتي بعد القانون هي اللي تحدد هي اللي تحدد المدة تاع الخدمة المدنية في حال بقاء الخدمة المدنية هي تابتا الآن بقاء الخدمة المدنية ماذا لقلت لك القانون القانون اللي خرج من عندكم من المقر وزارة الساعة لا القانون المشروع الموجود على مستوى البرلمان اللي صادقت عليه الحكومة ثم صادق عليه مجلس وزراء وأخيلة على البرلمان هذا المشروع من بين البنود التاعو اللي يبقى على الخدمة المدنية ما فيهش إشكال يعني ما فيهش إضافة أو لفظ يتطرق إلى احتبال تقليص على الخدمة المدنية لا التقليص أو تمديد فترة الخدمة المدنية يكون على مستوى النصوص تطبيقية اللي تأتي بعض القانون مرسوم تنفيذي بالضبط ولكن الشيء اللي لازم نقوله خدمة مدنية أم لا الشيء الأكيد هو أن الحكومة ملزمة بضمان التعطية الطبية المتخصصة لكل المواطنين الجزائريين أينما كانوا أينما كانوا ما نقدروش نقولوا نخلوا للوادي مالشي كل واحد يخدم وينبغى والمواطن اللي يسكن في الهضاب العليا وفي الجنوب الكبير يوقع يوقع قانون الصحة اللي هم أولا نبدأ بالمواطن ثم ممتهني الصحة من الطباء ممرضين ولكن نبدأ بالمواطن قبلها راح تجاوبني سي بالقسم ولكن بعد الفاصل نروح الفاصل لتعود مشاهدين كرام عود إليكم بعد الفاصل عود إليكم مشاهدين الكرام عظيف مامار اليوم مستشار وزير الصحة سي سليم بالقسم سي سليم كنت وقفنا على جديد قانون الصحة فيما يخص المرضى أو فيما يخص المواطنين وكذلك فيما يخص ممتهني هذا القطع نبدأ بالمواطن المواطن أهم شي خاص المواطن بدرجة الأولى هو التأكيد على مجانية العلاج ولو كان هذا في إطار متجدد عصري يتلأم المتطلبات التسهيل ولكن في آخر المطاف النتيجة هو أن تكون الخدمة بالمجان لفائدة المواطن خليني نصرح بالقسم وربما الناس الذين نعرف هم مخدم في القطاع الصحة أو تعرف هذا القطاع مليح أنا اليوم تقول لمجانية العلاج ولكن لما نروح المستشفى والله مؤخرا رح لأحد المستشفيات العمومية هنا بالعاصمة والله كاريت يعني من حيث الاستقبال حتى من حيث يعني حتى الوسخ حشاك يعني التوازن بين يدفع المواطن ولكن القارئ يصح يمليح لا تكلم كمواطن حقيقة الشيء اللي رخيص والله باطل ما لعطيلوش أهمية كمواطن ولكن الأمر يتعلق بالصحة علينا نصيب الميكانيزمات اللي تخلي هذا الأمور تتغير يلزم الرؤية تع المواطن بالنسبة الخدمة الصحية تتغير يلزم العلاقة تع المواطن مع المرفق الصحي تتغير كي ناخذ مشروع قانون صحة واش نصيب فيه نصيب أولا مقاطعات صحية تنظيم جديد للصحة على مسؤول مقاطعة فيها المستشفى فيها العيادة فيها قاعة علاج وفيها الطبيب المرجعي الغدوة المواطن ما عندوش الحق يروح يتوجه مباشرة للمستشفى عدا بعض الحالات مثل الحمل إلى آخرين دون المرور بالطبيب المرجعي وهو طبيب عام وليس أخصائي طبيب المنطقة طبيب المنطقة قرب السكن التعسيد قدام الوضع المنطقة للمستشفى يقول أرجع الطبيب المرجعي تاعك يلزم الناس تتنظم لأنه فيه ملف طبي يتمحور على مستوى يتمحور على مستوى الطبيب المرجعي تاع كل مواطن طبيب المرجعي هو لقرر هل الوضع الصحي تاع المواطن يحتاج أم لا لتكافر المتخصص على مستوى أعلى سواء مستشفى المقاطعة الصحية أو مستشفى درجة أعلى على مستوى عاصمة الولاية أو مستوى جهوي أو مستوى وطني المسار تاع المريض يلزم ندره اليوم اليوم المشكل هو المواطن ما عندوش مسار ما عندوش شامباركور باليزي محدد عندو مشكل صحي راح لسبيطال غدوة لو كان مواطن عندو طبيب المرجع يتاعو ويعرف باللي طبيب يتكافر به عندو العيادة المتعددة الخدمات يحتاج الفحوصات يسيبها يحتاج التشخيص يسيبه يحتاج الراديو يسيبها يحتاج التحليل يسيبها اليوم هذه أمور مش داي من موجودة نحنا نقولوله روح ما توجه المستشفى توجه العيادة ولكن يروح العيادة يقولوا لا ما عندناش ما عندناش راح لسبيطال الواحد ما يتكلمش أي زي ما يقول الحقيقة العمل الريهان التاعنا عش نديرو هذا المسار وعلى كل مستويات كل عنصر من عناصر الصحة يكون عارف ما هو الدور تاعو ويقوم بدور تاعو نعم سي سليم راح لي ويجيت لي يعني جاوبتني على اسئلة كانت فراسي كنت عن سخصيك على ربما الراديو اللي يشتكي منهم الكثير المواطنين كدلي كالمواعيد كثير من الأمور ويجاوبتني عليهم في اختصار ولكن نعود لك لمشكلة النظافة في المستشفيات دعونا نتكلموا بصراح مستشفياتنا مسخة حتى 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 لا نقول مستشفيات الأمومية فقط حتى لبعض الكلينيك بريفي هذا وما تنذ لما نروح والله غير حدد هذا حرش خلص أمور كثيرة ولكن تلقى روحك في منطقة تقدر تسميها أي شيء لمنطقة صحية وهذا نفس شيء ينطبق على المستشفى يلزم كل كل ما رايح لقولها نعم لأن كل أمور مرتبطة لا لا المسؤول تعل المستشفى مسؤول الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول كنت لشوف واحد نهار في قناة أجنبية نعم أستاذ في الطب سألوا صحفي قلوا وعليه المستشفى تتعنا موسخ هذا في بلاد أجنبية الأستاذ الجميع وشجوب قلوا هذا الإنسان اللي راه موسخ في المستشفى هل راه نظيف في داره هل يمشي في محيط نظيف قلوا كل الأمور مرتبطة وعليه تحبوه يكون المستشفى نظيف في محيط لا يعطي الأهمية للنظافة نعود للجزائل ما قدرش نقوله بهذا البساطة المستشفيات تنعدم فيها النظافة في حالات وحالات كثيرة في بعض الأحيان مرتبطة بمشاكل تنظيمية مثلا تسيب مستشفى فيها النظافة يتعامل بالمنولة مع مؤسسات التي تقوم تضمن التنظيف إلى جنبه مستشفى آخر ما يقدرش دير المناولة لأن المراقب المالي أو أي طرف آخر ما يخليهش وفيه أمور مرتبطة بالتكوين ما عدناش ويجبون نقولوها نصلوا لها آخر المطاف لأنها هي البداية تصح في أمور مرتبطة بالتكوين ما زال ما عدناش لهذا نحتاجه للقانون صحة جديد اللي يعطينا إمكانيات أخرى ما زال ما عدناش عناصر مكونة والمؤسسات الصحية بصفة عامة ما عندهاش المرونة اللازمة للتعامل مع المشاكل في وقتها القانون صحة الجديدة وش يقولو من بين الأمور اللي يجي بها أنه يعطي نوع من الاستقلالية في التسيير تسمح للمسير أن يتعامل بصفة آنية مع المشاكل اللي تتعوه يحتاج يدير عقد يبرم عقد مع مؤسسة للتنظيف يقدر يديرو اليوم لا يلزم يدير مناقصة يلزم يدير هذه الأمور تاخد ست شهر سبعة شهر نفس الشي نفس المنطق تسيير تسيير ينطبق على الأمور الأخرى ليس يغل على النظافة اليوم مدير مستشفى عنده سكان يرطع حنبان المستشفى لنفس المشكلة يحلوه في يومين المستشفى يدير دفتر شروط ويدير مناقصة وينشر الأمور في الجرائد الجرائد الوطنية وبعد اللجنة تجتمع وتعلن بصفة عامة المتوسط هو ست شهر ست شهر تعمل باش يجيب بياسة صغيرة بلاك سوى ستين دولار مئة دولار ولكن نشوف الكلفة اللي راح خسرناها باش نجيب كلفة المالية الاجتماعية المواطن اللي راو يستن العمليات اللي ما تنديرش يا سيب القسام هنا على بل انه ربما هذه ميش غريبة عليكم مراكش انه تشوف مواطنين تشوفهم جايين لما تذهب المستشفى تشوف مواطنين جايين من ولايات تشوف مواطنين قاعد مصباح لا شيئ ولا شيخ ولا جوز والله قلبك يدمي لانه يسن في موعد راديو موعد سكانار موعد يدي خلص خدم فقط شوية رعاية بها الناس هدو حتى مريض لما يجي مدى بها يرتاح لكي يكون مريض نقول نروح للمستشفى باش نرتاح ولكن نروح للمستشفى إذا كنت عندك مرض تولي عندك مرض عصبي كدلك يعني كل ما يروح للمستشفى الواحد يزيد مرض آخر وانا نحن مانش نستثني مانش نستثني لالكلينيك بري فيو للعيادات الخاصة لأنه حدث ولا حرج كنت تقول لي قبيل على التربية في حقيقة فيه أمور متعلقة بالنسق العام اللي يمشي فيه المواطن الجزائري ضرورة إعطاء أهمية أكبر للحس المدني عند الحس المواطن عند الجزائري ولكن كي نرجع القطاع الصحة نشوف باللي فيه إضافة إلى كل المشاكل اللي يجب نتكفل بها سواء تعلق الأمر بالتنظيم المؤسسات سير المؤسسات إلى آخره فيه ضرورة إعطاء أهمية أكبر للجوانب المرتبطة بأخلاقيات المهنة بأخلاقيات الصحة سواء على مستوى التكوين الأولي التكوين المتواصل أو مكانة عمادة الأطباء سي سليم بالقسام كان لأسئلة كثيرة ولكن جاوبنا على معظمها سؤال أخير فقط تعلق باستيراد الأدوية والإجراء الجديد في تواني فقط شكراً كان في الحكومة وضعت إجراءات الجديدة في مجال الاستيراد إلى دوم السيدة سون بونكير الإجراءات لو بقت على حالها كان من شأنها تولد بعض المشاكل في مجال تموين السوق بالأدوية ولكن سيد الوزير على مسؤول الحكومة طلب بإجراءات خاصة لكل المتعاملين سواء من القطاع العمومي أو من القطاع الخاص باش تكون فيه مرونة وسيولة تضمن التموين المستمر والدائم للسوق الوطنية بمختلف الموارس الدولانية المستوردة فيما يخص مثلاً هذا الشرط التعمية وعشرين في المائة فيه إجراءات استثنائية لفائدة سيعلن عنها قطاع المالية لفائدة كافة المسوردين للأدوية نعم سيسليم بالقسام الفرماسي سندرالي مليح ما شاء الله صديقنا عيادها وصرفته من قبل يقدر يكون عندك ذيف ويتطلق لكل هذه الأمور الأدوية متوفرة شكرا لك سيسليم بالقسام شكرا لك كانت لدينا أسئلة وكانت لكم أجوبة على عديد من المشاكل التي تخص القطاع أتمنى إن شاء الله ستضيفكم مرة أخرى للحديث عن هذه القطاع الهام جدا لأنه كما يقول الصحة هي الصحة شكرا لك شكرا مشاهدنا في الأخير ما بقى لنقولكم مدام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى شعبها إلى الغد إن شاء الله